كعادتها تأتي مناسبة شهي رمضان في وادي حضر موت بأزمات عدة غير أن أبرزها أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي الذي تعود أسباب انقطاعه لعدم استقرار تموين مادة الغاز وزيادة الطلب عليه وقلة إنتاجه الناس تعبان والشعب تعبان والبلاد تعبان وشعر ربما يجيب الخير يعني مع تدهور العملة الوطنية وتراجع الوضع الاقتصادي تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا مهولا ويضيق معها الخناق أكثر على المواطنين الذين تتفاقم معاناتهم بسبب استمرار الحرب وانقطاع الرواتب وغياب فرص العمل تكشف هذه الأزمات عن واقع اقتصادي مؤلم يعيشه المواطنون في حضر موت في ظل عدم قيام الجهات الرسمية بدورها في مراقبة التجار من قبل الحكومة والعمل على ضبط الأسعار الأسعار أكيد مرتفعة وبشكل ما هذه الصورة المشكلة في التجار بالنسبة للدولار هو الأسعار زيادة كل يوم في ارتفاع هل من قبل الحكومة هل في تدخل هذا الشيء للبوسطة الناس المحتاجين هل يقدرون السلطة في محافظة حضر موت هل هي بتقدر ساعد هدول المحتاجين من ناحية البضايع الموجودة في الحالة للأسف أن التجار ينزلوا في بعض أسعار البلاستيك وبعض أسعار الأمور الأخرى يعني أشياء ما يسفي شيء منها المواطن حاجة ثانوية يعني هي المفروض الأساس السنية المواطن الغذائية الأساسي على المفروض تكون تنزل في هذا الشهر سيمر شهر رمضان ككل عام دون حلول ومعالجات للحالة الاقتصادية المتردية خصوصا فيما يتعلق بالوقود ومستلزمات المواطنين خلال الشهر الفضيل في ظل انقطاع الرواتب والتساع البطالة في أوساط جيل كامل حدد مساعد قناة بلقيسة من وادي حبرموت